طبق الأزمة المتجددة قبلة الأنظار والاتصالات السياسية مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية وخصوصا تلك المتعلقة بقيادة الجيش نقطة ينطلق منها الرئيس ميشيل سليمان ليؤكد رفضه منطقة مقاطعة واشتراط بعض الكتل تحديد مضامين جدول أعمال مجلس الوزراء يعني أقولوا إذا ما يتعين قائد جيش جديد نحن بدنا نوقف الجدول لا هذا غير منطقي فلنترك الاستحقاقات تحصل بمواعيدها وبالطريق الروتيني وكل وقت وإذا كان عم نفكر من هلأ لقيلول إنه ما ننتخب رئيس العزر أقبع من زمن يعني تنقول منوقف الجدول لا يمكن توقيف الجدول أبدا أنا مع رئيس حكومي بهذا الموقف نحن قالنا خلوني يبقوا الوزراء المعتردين يبقوا بالجلسة نحن نراعي اعتراضاتهم بموقفنا يعني حتى إذا كان مبرر بس إذا كان اعتراضهم يساوي المقاطعة أنه ما بدنا نمشي تنمشي لا أما في شأن عدم موافقة الوزراء المحسوبين عليه فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فأكد سليمان أن الموقف ليس معارضة لحصول الجلسة بل مراعاة لبعض المحاذير الدستورية التي يجب أن تحسب قبيلا عقادها أبرز المحاذير تتعلق بصلاحياتي الطعن بالقوانين أو ردها من قبل رئيس الجمهورية المادة 19 بتعلق مجلس السوري بتقول رئيس الجمهوري له حق يطعن بالقانون والمادة 57 ورئيس الحكومة له حق يطعن المادة 57 بتقول أنه رئيس الجمهوري بيقدر يرد القانون لمن بلاقي على إشكال لإعادة النظر فيه على أن يصير على تأكيد بالأغلبية المطلعة يعني نزاد واحد هلأ هؤها الصلاحيطين مفقودين يعني ما بيقدر مجلس وزراء ينوب عن الرئيس فيهم ليه؟ لأنه هالوزراء هنزيتهم بمسلم مجلس النبي إذا موافقين على القانون ما حيطعنوا فيه وإذا موافقين على القانون ما حيردوه يشدد سليمان على أنه عند فتح دورة استثنائية يكون المجلس حكماً هيئة انتخابية انطلاقاً من شغور الرئاسة الأولى ويقترح ثلاثة شروط تعطي الجلسة شرعيتها الدستورية يجوز أن تمشي الدورة استثنائية لكن بثلاث شروط أول شرط يجب البحث التدقيق ببرنامج الدورة الاستثنائية حسب ما بيقول الدستور بالمادة 33 بيقول تحديد البرنامج البرنامج المحطوط فطفاضي كتير ربما أكتر ما بيقدر يعمل مجلس النواف لازم يكون محدد ندفة يجب اعتماد رأي حتى الأقلية إذا قالت لازم نرد القانون لازم ينرد ساعتها لأنه في ناس عبيطلبوا الرد ولازم ينطعن بالقانون إذا في ثلاث وزراء أربع وزراء خمس وزراء كمان عم بقولوا يجيب الطعام أنا بدي أعطيك حالة فرضان فرضان قرروا قانون أرثوزوكسي بالانتخاب بيمشي هذا نسف الدستور مثلا قرروا الفيدرالية اللي هلا عم تنطرح هذا بينصف الدستور بينصف كل حياتنا اللي اعتقدنا أنه من بعد الطائف ترقل جيت سياسيا بده تصحيح بده تصبيت بده كتير شغل بس أنه نوعا ما ما عدت حدا عم بيقشط حدا شي إذا بنعمله ما في حدا يطعم والنواب وفقه له رح يوفقه له هل زيتهم ممثلين ومجلس وزراء على رغم من تجرباته غير المشجعة مع المجلس الدستوري لدى طعنه بتمديد المجلس النيابي لنفسه يشدد سليمان على أن الرقابة القضائية تبقى ضرورية لانتظام عمل المؤسسات مع الإشكالات الدستورية المتزايدة بحكم شغور موقع الرئاسة والتمديد للمجلس النيابي جاد غصن قناة الجديد